السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وشرف وكرم وبرك وعظم أما بعد حلقة جديدة في كتاب بهجة النفوس وتحليها بمعرفة ما لها ومعاليها شرح مختصر صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى للحافظ الحج أبي محمد عبد الله بن أبي جمرة الأزدي الأندلسي رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومي في الدارين آمين ومازلنا في حديث من يريد الله به خيرا يفقه في الدين وإنما أنا قاسم والله يعطي ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله وإحنا في الجزء الأخير من هذا الحديث بنتكلم على هذه الأمة القائمة بأمر الله وإحنا قلنا الأمة القائمة بأمر الله هي كل مسلم يتقن ما أقمه الله فيه يبقى من هذه الأمة دون أن يتشوش بفتن زماني فلا ينشغل بفتن زماني علشان كده رسول صلى الله عليه وسلم بيقول إيه إذا وجدت شحا مطاعا وهوا مطابعا فعليكم أنفسكم لا يدركم من ضل إذا اهتديتم وفي رواية تانية فليذهب أهل الزراعة إلى زراعته وأهل المشيئة إلى مشيته وأهل الصناع إلى صناعته يعني كل واحد يشوف ربنا أقامه في إيه وما يعدش يعلق كتير ويشترك ويبقى نشط سياسي ونشط مش عارف إيه ونشط إيه أهل كده صلى الله وسلم يعني ارجع تشوف ربنا أقامك في إيه وقوم عليه وأتقن ما أقامك الله فيه ولا تلتفت لهذه الفتن حتى لا تشغل عمرك فيما لا طائل فينقضي الأجل في إيه في مناوشات وكلام لا ينتهي وتعليقات لا تنتهي واستضم بالواقع لا ينتهي فهمت إزاي؟ تبايع عمرك مسكين إزاي اللي زرع وما حصدش تهمت؟ فعلشان كده بيقول إيه كلمة قائمة على أمر الذي نقطة مهمة فبنقول هنا إيه بقى إيه في الحديث بشارة عظيمة وأي بشارة لمن أراد الخير وصدق فيه لأنه عليه الصلاة والسلام قد أخبر أن هذه الأمة لا تزال أبدا على هذا الحال الذي أخبر به إلى يوم القيامة فعلى هذا فخيرهم متعدن لماذا؟ لأنه لو كان غير متعدن يعني متعدن يعني إيه؟ يعني إنت لما تتقن ما أقمك الله فيه إتقانك ده حيتعدى للأمة فتستفيد فيما أقمك الله فيه هتفيد هتفيد الأمة حاجة إنما لما تعد تتنطط كل شوية في نشاط شكل وكل شوية في إيه؟ في أفكار شتى وكل شوية في مهنة أخرى واهتمامات أخرى مش هتعرف تتكن حاجة أو بتالي لا حتفيد نفسك ولا حتفيد غيرك هيبقى خيرك غير متعدي بل هيبقى شرك هو المتعدي لأنك شواشت الناس وشواشت نفسك فهم؟ لكن القائمة على ما أقمه الله فيه أتقنوا فصار الخير فيهم متعدن لغيرهم يعني الأمة استفادت بهم وهم استفادوا أيضا بعمرهم وكذلك عبد الله عبادة غير مشوشة لأن خد بالك كما تتنطط في كل حاجة هتبقى مشوش فحتبقى أنت في الصلاة ايه؟ مش خاشع لأن مخك بقى مليان لغو مليان تشويش وربين يقول قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن ايه؟ عن اللغو ايه هو اللغو؟ كل ما لم يرده الله منك ولم يقمك فيه لغو فتعرض عنه ليه؟ حتى لا تتشوش حتى تكون خاشع في صلاتك حتى تكون مفلح في الآخرة ودي البشارة العظيمة دي المين؟ للي هم كان خيرهم متعدن وقاموا على ما أقامهم الله فيه وأتقنوا ولم يتشوشوا بفتن زمانين فلم يلتفتوا بل لما كل شوية تعلق على الواتساب وعلى التويتر وأنا مش عارف ايه وبعدين في الآخر تلاقي تعليقك اللي قلته من عشر سنين كان عين الخطأ وترجع تعتذر ويش عارف وتعمل ايه؟ ما تعلقش الساكت لا ينسب له قول اسكت لأن الحقائق اللي انت بتشوفها في الإعلام دي ليست حقائق ده التخليط فيه أكثر من الحقائق بكتير لو كان فيه حقيقة بنسبة 1% ف99% مبلغات وكذب وبالتالي حتعلق على ايه؟ حتعلق على احداث انت مش عارف عارف الحق فيه والباطل فالتفت لما قامك الله فيه لان انت تتقن وعارفه ومتعلقش على انت ما تعرفوش يعني يبقى سلبي يا مولانا؟ لا ما تبقى السلبي يا مولانا تبقى إيجابي فيما أقامك الله فيه وسلبي فيما لم يرده الله منك يبقى في الحالة دي هتبقى إيه؟ إنسان بتستفيد بعمرك مش بتضيع عمرك فيما إيه؟ فيما لطال فدي بشارة عظيمة خد بالك منها في الحديث أيضا إيه؟ يقولك إيه؟ لأنه صلى الله عليه وسلم قد أخبر أن دي الأمة لا تزال أبدا على هذا الحال وأصبح خيرهم متعدن ويخلفون جيلا جيلا فمن أراد الخير علشان كده يعني إيه؟ معناه إن حلهم حل وراسة كل واحد بيورس إيه جيل من بعده ما أتقنه يبقى كل واحد في المجاله يتقن ويورس ما أتقنه للجيل اللي جاي من بعده يعني يعلم الجيل اللي جاي من بعده سواء أبنائه سواء تلمزته بحسن استمرار يبقى فيه وراسة لما ينفع الناس يبقى جيلا من بعده لحد ما تقوم القيامة يفضل العلم وراسة والإتقن وراسة والعبادة وراسة وحسن النية لله وراسة والرضى بالإقامة وراسة حتى لن نلتفت لتغيرات الزمان فنتغير معها فيتغير بعد ذلك أحوالنا إلى أسوأ حال وعلشان كده قالك في الوجه الحادي عشر قوله عليه السلام قائمة على أمر الله قائمة يحتمل وجهين الأول أن يكون معناه أصل قامة في لغة العرب تحتها منه بمعنى وفة ومعنى إيه ومعنى ثبت قائمة على أصولها يعني ثبت مش كده برضو ويقول لك إيه قام بالأمر يعني وفة الأمر يبقى قام بالأمر يعني إيه يعني وفة الأمر طب قام على أصله يعني ثبت على أصله يعني مبدأه يبقى قام بمعنى بمعنى إيه بمعنى وفة ما أرده الله منه أو أنه ثبت على ما أرد الله منه هذه معنى قائمة على أمر الله ثابتة موفية ما أردها الله منه شفت بقى هادي معنى قائمة عشان كده ترجمت الأحاديث النبوية لفظ بلفظ مستحيل لان مش هتلاقي لفظ يحل محل كلمة قائمة التي تعني الوفاء وتعني أيضا إيه السبات في كلمة واحدة ثبات وفاء تهمت إزاي هادي معنى قائمة من على إيه على أمر الله يعني إيه موفية ما أرد الله منها بغير تقصير وثابتة على هذا أحب الأعمال عند الله أدوامها وإنقل فالشكلة الحبيب كان في دعوته يقول إيه اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد وأسألك شكرا نعمتك وحسن عبادتك وأسألك لسانا صادقة وقلبا سليمة شفت أدعية النبي جميلة إزاي علشانه عايزك إيه لا تنشغل بما لم يرده الله منك وانشغل بما أراده الله منك طب ربنا أراد مني إيه أراد مني ما أقمني فيه ببساطة كده أراد مني إيه ما أقمني فيه أنا فاكر وأنا أول ما تخرجت من كل التب تقابلت مع السيد عبد الله صديق الأماري وأنا طبيب بامتياز وأنا كنت أحب علوم الدين وأنا حتى طالب في الكلية كنت أعود أعرف الدين كتير في وقت فراغي يبن خلص مذكرتي أول ته واحضر عند علماء دي فلما تخرجت وبقيت في سنة بامتياز تعرفت على السيد عبد الله صديق الأماري فقلت له يا مولانا أنا عايز أسيبني من المهنة دي وأجي معاك المغرب وأعود في الزاوية في طنجة أتعلم وأعبد ربي وأعيش معاك بقية عمر قال لي كلمة واحدة قال لي ربنا أقامك في الطب فأرادك طبيبا فكون كما أراده الله لك يجمع لك الأماري والله قال لي كده واخر بقى تعالى ما ربنا أقامك طبيب أنت عايز ليه تيجي تقعد بقى في آخر الدنيا في طنجة في المغرب وتعود لي في الزاوية زي مقيم شعائر هو ربنا أرادك طبيب تلبس بلطه أبيض وتعالج المرض مش تبقى مقيم شعائر في زاوية أنا شفت كلام المشايخ العلمة اللي يعرفوا إيه الحكمة فقال لي كده ربنا أرادك طبيبا فكون طبيبا واخر بقى لك وربنا يجمع لك ما أردت فربنا كرمني ثبت في مهنتي والحد ما خدت الدكتوراه والزمالة واشتغلت وعملت كل حاجة وبعدين لما خلصت الدكتوراه خدت لسانسي شريعة وربنا جامع عليها الأمرين ليه بالصبر بالمدومة لكن أنا لا حاول بقى كده أتنطط لا كنت حصلت عالم دين ولا حصلت طبيب حاول شطل عمر وأنا أعرف ناس عملوا كده سافروا مع السيد عبدالله السديك العماري وساب اللي ساب كله التجارة واللي ساب الشريعة يقعدوا هناك وأنا أعرفهم الآن لا حصلوا علم ولا حصلوا دهني تهم؟ لأن لو ربنا الرجو بقى قاموا الله فيه كانوا حاجة فدي نقطة مهمة يا جماعة أنا بقولك حاجة حصلت لي يعني فأوعى تختار إلا ما اختره الله لك هذه معنى قائمة على أمر الله يعني أمر الله منها عشان كده يعني قائمة يعني يتوفي وتثبت يبقى قائمة على أمر الله يعني توفي بأمر الله تعمله بإتقان وتثبت على كده مش تعمله بإتقان خمس سنين وتبطل عشر سنين وتنقطع وتلات سنين وتدور على شغلنا تانية لا ما ينفعش ما ينفعش أبدا الوجه الثاني عشر في هذا دليل على ظهور الباطل وكسرته لأن حيقول لا يضررهم من ضلة يعني معناه إيه إن حيحصل ضلال كتير وتشوش كتير وجلب حواليهم كتير لكن هذه الطائفة مزيتها إنها لا تلتفت للجلبة فلا تتشوش فهمت بقى هل شكرا بيقولك إيه هذا دليل على ظهور الباطل وكسرته لأنه إذا لم يكن على الحق إلا طائفة واحدة فالبقى يكون إيه على الضلال قال عز وجل فماذا بعد الحق إلا الضلال فإذا وجد الحق فما سواه هو الباطل وعشك كده ربنا قال إيه وقليل ما هم فكن مع القليل وإياك أن تكون مع الكثير قليل من عبادة الشكور كن مع القليل ولا تكن مع الكثير ونقف عند هذا الحد ونكمل وننهي الحديث إن شاء الله ده في القسم الآخر من هذه الحلقة إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته عدنا مرة أخرى مع هذا الحديث المبارك الذي يتكلم فيه صلى الله عليه وسلم حول أمته وأن هذه الأمة لا تزال قائمة على أمر الله لا يضرها من ضل حتى يأتي وعد الله فهذا أيضا يدل على أن الضلال يكون كثير في كل زمان إلا هناك طائفة من أمة النبي لا تلتفت إلى هذا الضلال ولكن التفت لما أقمهم الله فيه فأتقنوا ما أقم الله فيه وعملوا بما أراده الله منهم وورسوا هذا الإتقان والعمل لجيل من بعد جيل حتى تقوم الساعة على هذه الطائفة لا تتأثر بما بما حولها ولذا يقول صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا فطوبى للغرباء وعشا كده قال لك إيه وقليل ما هم وقليل من عبادي الشكور ففر إلى القليل واترك الكثير لأن إحنا عارفين إن إيه بعث النار من كل ألف تسعمية تسعة وتسعين وبعث الجنة واحد من كل ألف شوف نسبة اللي حيدخل الجنة من زرية أبونا أدم إيه من كل ألف واحد تصور واحد في الألف علشا كده كن مع القليل ولا تكن مع الكثير الغوغاء كن مع القليل طوبى للغرباء بدأ الإسلام غريبا ويعود غريبا كما بدأ وده إيه أحد تفسيرات معنا بدأ الإسلام غريبا ويعود غريبا كما بدأ قيل يا رسول الله ومن الغرباء من أمتي قال الذين يصلحون إذا فسد الناس يبقى الناس في فساد وهم قائمين على ما أمرهم الله به مشغولين بعملهم مشغولين بطاعتهم مشغولين بالنصح للعباد مش مشغولين بفساد الناس فقيلت إزاي أدي المعنى ولذا قال لا يضرهم من خالفهم لا يضرهم من خالفهم لا يضرهم لفعملهم ولا يضرهم في حلهم مع الله ولا في ثمرة أعمالهم بالمعارف في قلوبهم ولا يضرهم أيضا في الآخرة بفوات فضل الله لهم فقيلت بقى إزاي لا يضرهم من خالفهم وأشكده ربنا بيقول إيه لا يضركم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم يبقى الهداية أن تقوم بأمر الله وتستمر عليه وتوفيه ولا تنشغل بفساد زمانك واضح وفي هذا بشارة عظيمة لمن اتصف بصفة المذكورة في هذا الحديث أنه لا يخاف الضرر وإن كثر أهله وطالما النبي بيطمنك بيقولك ما تخافش يبقى إياك إنك أنت تفقد ثقتك في الله وفي نصر الله وربنا يقوله وكان حقا علينا نصر المؤمنين وإياك أن تهتز لأن كل الدجاجلة والشياطين للإنس والمحاربين للإسلام عايزين إيه يفقدوا ثقتنا في الله وثقتنا في وعد الله لنا نوم نهتز فإذا اهتززنا تبعناهم لا إياك بقى أنت خليك مع بشارة الحبيب طمنك وقال لك لا يضرك أحد حتى ولو اجتمع استقلائنا عليك النبي بيقولك لا يضرك أحد استمر على ما قامك الله فيه فهمت؟ عشان كده النبي بشرنا وربك بقوله وكان حقا علينا نصر المؤمنين طيب والمؤمنين اللي ربنا قال حقا علينا نصر المؤمنين هم الموصفون في هذا الحديث قائمين على الحق لا يضرهم من خلفهم هو دول اللي يستحقوا النصر صحيح إنما المشوشين دول اللي يستحقوا نصر الله المقطعين في أعمالهم منقطعين يستقيم أحيانا ويعوج أحيان كثيرة دول مش هما دول القائمين على أمر الله يبقى بالتالي الآية دي لا تتناولهم اللي يتناولهم نصر الله هم القائمين على أمر الله فهمت بقى؟ وربنا يقوله وكان حقا علينا نصر المؤمنين وعشان كده قال يمن ابن رزق رحمه الله يمن ابن رزق أحد الفضلاء والعلماء الكبار بيقول إيه إذا وفقت الشريعة يعني في ظاهرك وأعمالك ولا حظت الحقيقة يعني في قلبك معتمدا على الله فلا تبالي وإن خالف رأي الجميع الخليقة طرم أنت مع الله ولو تكن لوحدك إياك أن تهتز فهمت؟ إن إبراهيم كان أمة لوحدك فكن إيه؟ أمة حيثما حللت ولا تكن إماعة إذا أساء الناس تسيء وإذا أحسن تحسن ولكن وطد نفسك على الإحسان للناس وتجنب إساءته في إم تبقى؟ حتى يأتي أمر الله شوف بقى يعني حتى يأتي أمر الله يعني حتى تقوم الساعة طب وياحة تقوم الساعة للطائفة دي خد بالك أن الطائفة دي اللي هي على الحق دي لما قبل قيام الساعة حتبقى فيه علامات كبيرة منها ظهور المهدي وقرب ظهور المهدي المهدي اللي هو الإمام اللي هيكتمع عليه كل المسلمين فيصبح لهم إمامة واحدة ولابد حييجي وقت علماء المسلمين يتعبوا من الفرقة وهذه الفرقة ويتعبوا من هذا الضعف ويبحثوا عن إمام يجتمعونه تحت رايته عشان يبقى فيه قوة ضاربة بدل ما تبقى قوة القوة الضاربة للأعداء قوة متفرقة من كل دولة بإيه بتعمل وبالتالي العدو يستطيع أنه يواجه الدربات الخفيفة دي لكن لما يبقى قوة ضاربة بجيش واحد لشك أنه هو إيه ينهك العدو يخذ عليه فربنا حيجمع في آخر الزمان قبل نزول سيدنا عيسى بن مريم الإمام المهدي اللي تكتمع عليه كلمة المسلمين ويمحد لنزول سيدنا عيسى بن مريم اللي أنه هيحكم الأرض ثمان سنين قبل نزول سيدنا عيسى ينزل سيدنا عيسى إمتى لما يظهر الدجال وتقوم الحرب الكبيرة بين إيه؟ بين اليهود وبين المسلمين فهمت ويظهر الدجال وتعم فتنته على الأرض ينزل سيدنا عيسى بن مريم بعد أربعين يوم من ظهور الدجال يقتلوا في باب لود وعيس وبعدين يحكم في الأرض بما أنزل وتكسر البركة ولما ينتهي من قتال اليهود بقيادة سيدنا عيسى بن مريم وننتهي من اليهود يخرج يأجوج ومأجوج فسيدنا عيسى يقول للمسلمين لا تواجهوهم سبوهم لحد ما ربنا وليخلصنا منهم فالمسلمون ينصرفون عنهم لحد ما يجوج ومأجوج ربنا سبحانه وتعالى يرسل عليهم حاجة اسمها النغف نوع من الوباء والطعون يموتوا جميعا ولدرجة أن الأرض تنتن من أجسدهم يوم سيدنا عيسى بن مريم يدعو الله أنه يطهر الأرض من أجسدهم يوم يبعد تيور من السماء تاخد أجسدهم وترميها حيث شاء الله والأرض تنزل مطرة من السماء لمدة 40 يوم تطهر الأرض بقى من فيها من أوباء لدرجة أن الأرض بعد كده تعود كما كانت ببركتها درجة أن يطلع منها النبات عن قود العنب يأكل منه قبيلة تهيمت؟ ويكسر المال لأن خلاص ما بقاش في حروب لأن أموال الناس ضاعة في الحروب وفي الأسلحة ما بقاش في حروب وما فيش في أسلحة واليهود ماتوا وقتلناهم اللي هما كانوا بايه؟ بكل ما تقوم حرب والتهدأ يوقادوا حرب ما بقاش في حروب هتبصت لقي الخيرات تكتر لدرجة أيام سيدنا عيسى تدور على واحد ياخد زكاة ملك مش لايه تتحيل على الواحد تبقى طالع كده يوم واتنين تقول يا رب بس ألاقي مصرف للزكاة التاني يقول لك والله لو جت لي من 10 سنين أكدت قبلت لكن الوقت اللي مش متشكر جزاك الله خير يبقى مهموم صاحب الزكاة مهموم مش لايه حد يقبلها من كتر الخير وعيس سيدنا عيسى بن مريم مدة قيل أربعين عاما وبعدين إيه يتزوج في الفترة دي ويموت ويدفن بجوار النبي صلى الله عليه وسلم كل دي والطائفة معاه الطائفة القائمين على الحق ماشيين برضو خد بالك مولاي للروم ما نضل وبعدين بعد كده سيدنا عيسى يتوفاه الله والمسلمين يعيشوا برضو ما شاء الله لحد ما ييجي وقت كده يوم الشمس تطلع من مغربها مش من مشرقة انغلق باب التوبة تخرج الدبة في ضحى هذا اليوم تعلم الناس ده مؤمن وده كافر ويعيشوا المسلمين مؤمنين وكفار انقطعت الدعوة يعني حتى الكافر لو حاب يدخل في الإسلام لا يقبل إسلام فهمت بقى إزاي خلاص واللي حد ما ربنا ييجي بقى في الآخر يبقى تريح خفيفة تقبض ريح تقبض روح كل مؤمن ولا يبقى على الأرض إلا الكفار هم دول اللي تقوم عليهم بقى الساعة يبقى لا يضرهم من ضل حتى ياتي أمر الله اللي هي هذه الريح الخفيفة التي تقبض روح المؤمنين فلا يبقى على الأرض إلا كفار كما قال النبي تهارجون تهارج الحمر يعني الرجل يأتي المرأة في الشارع كده زي ما الكلب يأتي الكلبة ما يعرفوش بقى خير ولا شر ولا عورة ولا حياء ولا حاجة خالد وهم دول اللي تقوم عليهم الساعة ربنا ينجينا يبقى دول أمة النبي مش هتقوم عليها الساعة ربنا حيرحمها من هذا فهمت حتى يأتي أمر الله يعني ايه يعني الريح الخفيفة التي تقبض روح كل مؤمن فلا يبقى على الأرض إلا كافر وتقوم عليهم الكفار الساعة متى تقوم الله أعلم المهم في الآخر يجي زلزال عظيم كبير وبعدين تخرج نار من قعر عدم تحشر الناس إلى المحشر وتقوم الساعة نسأل الله أن يسلمنا ويسلمكم وفي هذا دليل على شرف هذه الأمة وأنها قائمة على الحق ولا تحتاج نبي بعد نبيها وهذا الشرف لهذه الأمة لانتسابها لهذا النبي وببركة هذا النبي فكل شرف للأمة من شرف النبي وكل شرف للنبي شرف للأمة وبذلك التابع شرفه من شرف المتبوع والمتبوع يستمد ايه أيضا يعطي للتابع الشرف الذي شرفه الله به وعلشان كده بيقول لك أخيرا بقى عشان نختم الحديث ده في الحديث إشارة لأهل الصوفية أو أهل الصوفة وهو أن أمر الله تعالى عندهم عام والمراد به الخصوص أن يختص بكل واحد بحدته دون مشاركة غيره وهو الموت فيكون المراد بسياق الحديث بأن يموتوا على الخير فتنشرح صدرهم للوعد الجميل وينتظرون الموت يفرحون به كالغائب يقدموا على أهله جعل الله به فرحنا وجعل يومه خيرا أيامنا بمنه ويمني وعشان كده المؤمنين يحب يلقى الله لدرجة أن احنا لا نخشى الموت تهمت؟ ليه لأن الموت زي ما قال سيدنا جبريء سيدنا بلالي قول غدا نلقى الأحبة محمدا وصحبا وعدم خشياتنا للموت ده يجعل أعداءنا يهبون هم لا تجد أنهم أحرص الناس على حياة الدنيا والمسلم روحوا على كفه تهمت إزاي؟ يود أن يلقى الله على الإسلام وكل كرامة لمسلم أن يموت على الإسلام فنحمد الله أن ربنا حيختم علي ذي الأمة بخاتمة السعادة وخاتمة الإيمان وأنه يقبل أروحهم جميعا على الإيمان ولا يبقى على الأرض إلا مشرك كافر هؤلاء هم الذين يرون ويلات الساعة نسأل الله أن يسلمنا من كل سوء وأن يسلمكم وبهذا نكون قد انتهينا من حد الحديث المبارك والحلقة القادمة إن شاء الله نتكلم على حديث سؤال القبر وفتنته إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة